يمكن البيانة اللي أصدره النادي الأهلي لاتحاد كرة اليد بناء على يمكن مقترح أو قرار صعب جدا تنفيذه والنادي الأهلي دايما بيحافظ على حقوق وبيحافظ كمان على حقوق الأندية بشكل كبير شفت أولا القرار ازاي وشفت كمان من رؤيتك يعني جواب أو يعني القرار النادي الأهلي في عدم المشاركة هو يعني قرار الاتحاد اليد الخاص باستكمال المسم الماضي بقوام المسم الماضي في المسم الجديد اللي قطعنا منه تقريبا منتصفه قرار ليس صعب تنفيذه ده مستحيل تنفيذه يعني انت ازاي أنا كان عندي قايمة في المسم القديم وعندي لعيبة والمسم انتهى وبدأت مسم جديد بقايمة جديدة ومشي من عندي سبع لعيبة منهم ثلاثة برا مصر يعني ده حاجات غريبة جدا بتاعتني يعني الحقيقة لما تقول انك من حقك انك تستعين باللعيبة اللي كانت معاك المسم الماضي اللي هي راحت فرق تانية وبتلعب لفرق تانية جوا مصر أو برا مصر عشان لعبه معاك ثلاث مبارات في الدورة في المسم اللي فات حاجاتك بص ما مش ممكن تحصل في العالم طب يعني الفكرة هو اللي خد القرار خده ازاي يعني دايما لما الواحد بياخد قرار بناء على يعني على دلائل بناء على عايز يرفع من قيمة اللعبة يعني طبعا انا من الاتحادات اللي انا بعتز بيها في مصر اتحاد اليد الحقيقة اتحاد ليه نشاطات كبيرة وليه نجاحات عظيمة على كل مستواته ومسابقاته دايما جميلة يعني بس اللي حصل في النقطة دي تحديدا يعني فيه حاجات كده غير مصبوطة وحاجات غير مفهومة لو رجعنا الوراء تقريبا ازمة كورونا بعد ما توقف النشاط تماما في مصر وبعد كده النشاط ده رجع لنا تاني وكان النادي الاهلي يرفع راية عودة النشاط في كل المسابقات منها كورة القدم ورجع كورة القدم وليه وثبت صحة موقف النادي الاهلي ان الدور رجع والناس رجعت الناس حتى اللي كانوا معارضين يعني اعترفوا بموقفنا الاهلي السليم اتحاد اليد كان من اول اتحادات اللي جاتوا اعلن خد قرار عن تاري كده مع نفسه واعلن الغاء المسابقة وارغم على العودة فيه خلال 48 ساعة بعد عودة الدور مصر اه بعد عودة الدور مصر يعني هو اخذ قرار بإلغاء بطولة اليد ازاي بتلغي بطولة اليد وانت كان عندك بطولة كاس العلم بعد 4 شهور نزبوط فطبعا يعني الدنيا قامت وستجدت وحتى لتحاد الدولي ابدى غضب الموضوع ازاي انت مش عارف تنظم بطولة وهتطبع ما تنظم عندك كاس عالم طبعا والدولة المصرية تدخلت ما نمرجع كرة الخدم ازاي مش هترجع لي دور اليد واصلا دور اليد كان بقى فيه 3-4 مدشات الدنيا شوفه خلصانة كان يقدر يلعبهم في جولتين 3 وخلص القص لكن هو اخذ هذا القرار عن تاري ورجع فيه وترجع فيه بشكل كبير جدا وده تأكيد لموقف نادي الاهلي كان النادي النادي الوحيد في مصر اللي رافض الغاء موسم دور اليد والاهلي طالب باستكمال الموسم لكن هم اصروا ان ما يستكملوش وقالوا ان احنا طب خلاص دور اليد ده حنلعب الموسم القديم بس هنبدأ الموسم الجديد الاول بمنطق غريب جدا يعني خلاص طيب يعني هتلعب الموسم الجديد في اي وقت تقرر فيه استكمال الموسم القديم يبقى بالقايم الجديدة زي ما بيحصل في دور وكرة القدم يعني لو جينا نلعب ماتش السوبر اللي هو بتاع السامن اللي فاتت هنجيب قائمة الاهلي الموسم اللي فات نلعب بيها ولا نلعب بالقايمة اللي موجودة دلوقتي نعم الشيء غريب جدا بالقايمة اللي موجودة دلوقتي صحيح يعني ده حتى الدوري في المركاتو الشتوي لعبة بتتنقل هنا ولعبة بتروح الدنيا بتتشاغل في بعضها فلازم بتلعب بالقايمة المتسجلة عندك حالية ففجرنا بالتحاد اليد بيقرر اللعب الموسم القديم بالقايمة طبعا كلام غير منطقي وكلام غير واضح وكلام ملوش اي مبرر وكلام ما اعتقدش ان اي حد في العالم هيقباله يعني الاهلي لو لجأ للتحاد الدولي موقفه صريح الاهلي لو لجأ للتحاد الأفريقيا موقفه اي جهة يلجأ لها على مستوى القانوني توصل طبعا على مستوى اللوايح والقوانين اي جهة يلجأ لها الناد الاهلي يحتفظ بحقه في هذا الامر فعشان كده الناد الاهلي طلع يرفض هذا القرار انه مش يقدر يستكمل الموسم بالشكل ده عايز تلعب الموسم القديم خلاص العبه بالقوام الجديد اللي عندي لعابة دي وقته انا اجيب عندي فيه تلات لعابة في الناد الاهلي عمر حجاج في كلباء الامارات كان مقيد في قيمة الاهلي السنة اللي فات محمود فايز في الشرق الاماراتي مش موجود اجيبه ازاي احمد خير في رومانيا ولعب تاني معارفه بولندا وبالتلات اربعة لعابة في اندية تانية حتى اللعابة اللي فلاندية تانية دي هتكون بتلعب في لعابة وبتستعد الماتشات في الدور اللي احنا بنلعبه حاليا ازاي انا اديك تلات اربعة لعابة ازاي اصلا هتبعت للعاب تقول له تعالى وازاي هتخاطب النادي اللي هو بيلعب وازاي هتحزبه وانا ليه اديك لعابة اه ادي نادي لعابة يروح يلعب بها ماتش ازاي مالك ماتشات اله جدا ازاي مالك وسبورتنج وممكن توصل لماطش فاصل كمان. طب انا يعني لعبت تتفرم ليه معاك وتتعب ليه معاك. وممكن واحد يجيني مصاب. من اللي هيعالجه. يعالجه الناد الاهلي. ولا يعالجه اتحاد اليد. ولا يرجع الناديه القديم يتعلج معاه. طبعا النوع من اللخبطة الغير منطقية والغير مفهومة عملها اتحاد اليد. اذا موقف الناد الاهلي قانون سليم. الناد الاهلي طبعا لما بياخد قرار لازم بيفكر فيه وبيدرسه بمنتهى الدقة. ما بيطلعش الاهلي بيان. الا لما بيدر كل جانب القضية. شايف ان الناد الاهلي ان هذا القرار يعني غير شارعي. اذا اردت ان تلعب من المسلم الجديد فالعبوا بالقاوم الجديد. اما اللي من القاومة المسلم القديمة مش هينفع طبعا. طيب لو اتحاد اليد يعني غض الطرف. او اصر مسلا على موقف. واصر على هذا موقف. طبعا الاهلي مش هيسكت. هيلجأ للجهات التصعيد في هذا الامر. حفاظا على حق. والاهلي اكد في نهاية بيانه ان سيتخذ كل الاجراءات القانونية للحفاظ على حقه ووضعيته ان هو يلعب تبقى الق لان النظام ده مش معمول في اي اتحاد في العالم. حتى اعتقد ان اتحاد اليد استشار لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي. ورفضت هذا الكلام. وهناك اصرار على تطبيقه. اعتقد ان ربما يكون لهوى او لغرض معين الله اعلم مع كل التقدير المسلمين في اتحاد كل اليد. لكن هذا الكلام غير منطقي وغير مفهوم. اذا اردت ان تلعب ما توقع من مباريات في الموسم الماضي فعليك ان تلعبه بالقوامل الموجودة حاليا في الاندية. يعني احتراما للمنطق واحتراما لعقولنا. يعني ما ينف صحيح طبعا ان حدريك تعمل كده يا. صحيح صحيح. ودائما زي ما حدريك بتقول النادي الاهلي لما بيطلع قرار او بيبعد بيان. بيكون درسه على المستوى على مستوى مصلحة النادي. على مستوى الفني. وكمان على مستوى اللوايح والقوانين. وعملية التصعيد بتيجي بروفيشن. بتيجي خطوة خطوة. هو ارسل الاتحاد الكورت اليد. هذا البيان. يعني بيقول له. طبعا. الجزء التاني لو اصر الاتحاد الكورت اليد. هيبقى فيه تصعيد على المستوى الدولي واللوايح والقوانين. بتضمن حق النادي الاهلي. واعتقد. مش بس النادي الاهلي هو. يعني. اي اي نادي تاني من المستحلي يطبق هذا البند يعني. مش ممكن. ازاي طبعا يا جماعي. يعني ازاي كان عندي سبع لعيبة مشوا. وجبت سبع لعيبة جداد. وبلعب بيهم بقالي شهور. طب هجب اللي مش ازاي ولعب ازاي. يعني. كلام غير ممفووم. بالمناسبة التحاد دوليد بيصدر يعني بيعلن الحكم الرسمي بيقاف المهندس. شام نصر. رئيس التحاد المصر كورت اليد لمدة س كاملة. ومطلع حيثيات الحكم وقانون وكل الامور اللي طبعا اللي اسمعنا عليها في الايام الاخيرة. يعني. القرار وصل رسميا. واعلن رسميا بيقاف رئيس التحاد المصر كورت اليد. بمبررات خرق الفقاعة. طبعا. المبررات الالتحاد اليد. انا باتكلم على القرار اللي طلع رسميا. قرار رسميا من الاتحاد الدولي الكورت اليد. اه.